احب الشعر وارتجله دون ان يعتمد على ورقة او قلم وهبه الله هذه الموهبة وعشقها منذ الصغر حتى اصبح اليوم علما من اعلام مدينة دورا جنوب الخليل فلا يخلو فرحا بالمدينة من صوت زجله الشعبي على الحان الربابة العم موسى ربعي البالغ من العمر 74 عاما لم يمنعه فقدان بصره من مواصلة شغفه واحلامه انا بنبثلي انا بنسبل الشعر روحي باعتبره روحي حتى يمكن احيانا انا بدي انام على روح الساعة واحدة انتين من الافراح انام على المخدي يتكون معي شعر يعني يتكون معي شعر الشعر عندي في دمي انا يعني هواية الشعر الشعر عميق الشعر يحب كل شيء خير يحب يشوف الناس مثلا الشباب يشوفهم التزمين محترمين يشوفهم مثلا جالس الرجال نفس الصورة ويمارس الحاج ربعي الزجل الشعبي والعزف على الربابة منذ ان كان عمره 12 عاما يتنقل بين المدن الفلسطينية من الشمال الى اقصى الجنوب برفقة ابنائه ويفضل اللون الوطني الذي يحث الناس على الصمود والوحدة الوطنية مؤمنا باهميته وتأثيره في نفوسهم شعر كل شيء اسمه وطني مثلا تشجيع للوطن تشجيع للصمود للمحبة للتآخي الناس تتضامن مع بعضها تتكاتف مع بعضها لكلمة الحق للعدل لا اكره شيء اكثر من الباطل والكذب بحب الناس كشعب تجبه محترمة مع بعضها تسند بعضها تقف مع بعضها ما تتعنش بعضها هو رجل استثنائي تغلب على واقع فرض عليه بعد اصابته بخلل في شبكية العين افقده البصرة في سن الاربعين قهر ظروفه وهزمها واعتمد على نفسه في اتمام جميع امور حياته يتفقد حديقته يوميا ويداعب احفاده بكل حب انا لا اختشي من بشر انه انا بشوفه وهو بشوف نهائيا هذا عمر قاطع ومنتهي منه وموكل فيه رب العالمين يعني ما بهمني اتمنى انه ما يصيب اي مخلوق في الارض شافي لكن في نفس الوقت انا مرتاح معه ومتعامل معه بكل اريحي ربما فقد العم موسى بصره بقدرة من الله لكنه استطاع ببصيرته ان يرسم حياة اجمل بنظم الشعر والعزف على الربابة والذي لطالما ادخل البهجة لقلبه وقلب كل من التقى به يوما لفضائية النجاح سجاء مشرار الخليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة